وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسانا بياتا وهم نائمون هذا ما وقع لهؤلاء الضحايا أنهم جاءهم الأمر الإلهي ليلا وهم نائمون كل هذا هو من قدر الله ومن تدبير الله هذا ليس من باب الصدفة لأن الطبيعة هي مجرد مخلوق وليست هي غاية فكل ما يقع في الوجود هو من تدبير رب الوجود الله تعالى قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلمسكم شيعا وينيق بعضكم مأسى بعض فلما قال عذابا من تحت أرجلكم هذا يسمى الرجفة والخصف والزلازل لأن الله عز وجل لما يأذن للأرض أن تتحرك ففي بضع ثوان أو دقائق ينتج ضمار عظيم وهلاك فاجع قد يروح ضحية آلاف ضحايا كما رأينا فهذا كله لا يسعد إلا أن نكثر من الاستغفار لما نرى هذا المشهد العلماء علماء الأمة الإسلامية يقولون هذا وقت الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفار لأن ما يقع هو نوع من التخويف للعباد وتذكير لهم لأن الآيات كلها هي تخويف كما قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويف هي تدل على عظمة الله الجبار لأنه في تواني معدودات تهلك مئات الألوف من الناس ويقع عشرة الألاث من القتلى والمبقودين وملايين المشردين ومليارات الخسائر المادية في أقل من تواني هذا يدل على عظمة الله لهو الرحمن الرحيم وأيضا هو جبار عظيم سبحانه وتعالى نستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا الأصل لما نرى مثل هذه الأشياء المؤمنون معرفون بأنهم مره في الحس في مثل هذه الأحداث المخيفة والمهيبة أنهم يستغفرون ويذكرون الله تعالى لأن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف عنه أنه كلما وقعت تغيرات في الكون في الطبيعة كان يتغير وجهه مثلا إذا هبت الرياح الشديدة عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وحينما كان ينعقد الغمام في السماء ويكون السحاب ركاما بعضه فوق بعض النبي الكريم كان يرى أنه يقبل ويدبر ويدخل بيته ويخرج والهم يعلم حياه فهذا سيد الخلق كان مرهف الحس وكان يتخوف من هذه الأمور المهيبة وهكذا ينبغي للمؤمنين عليهم لما يروا مثل هذه المشاهد يقدرون عظمة الله وجلال الله وأول ما نبدأ به هو الإكثار من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا بأن العالم مقبل على زلازل وعلى فتن وعلى هرج ومرج كثير كلما تقدمت السنوات إلى الأمام كلما كترت مثل هذه الظواهر قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وحتى يكثر فيكم الملف يفيد هذه من علامة الساعة قدمها النبي الكريم أن أول شيء يقبض العلم العلم الديني العلم الشرعي العلم القرآني والحديثي يقبض لا يكون إلا القلة القليلة وينتقد دائما هناك من يتوجه إليه بالنقد العلم الديني وهناك من يرغب في إزاحته من الساحة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل والعياد بالله زلازل خطيرة مدمرة ثم يتقارب الزمان ما معنى يتقارب الزمان تقل البركة في الوقت الوقت ما بقي فيه ببركة بسرعة يمر وتظهر الفتن الفتن سياسي فتن اقتصادية على الأسعار التلاعب بمصالح الناس فتن كثيرة ويكتر الهرج الهرج لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما معنى الهرج رسول الله قال القتل القتل يعني القتل كل يوم نسمع أخبار بأن هناك قتل في كل مكان والعياد بالله ثم قال يكتر فيكم المال فيفيض يكتر فيكم المال فيفيض المال كثير موجود والناس يشتكون الفقر المال وافر الأبناق ممتلئة عن آخرها صناديق الدولية كلها ممتلئة ولكن الناس كلهم يشكون الفقر والعياد بالله هذا من علامات الساعة ونرىها ربما في سامين هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع أن وقعت اهتزت الأرض وكان سيدنا عمر ابن الخطاب في المدينة المنورة اهتزت الأرض تحت أقدامه شعر سيدنا عمر ابن الخطاب بأن الأرض تتحرك ولم يقل هي ظاهرة طبيعية وإنما قال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدث تموه والذي نفسي بيده إذا عادت لا أساكنكم فيها أبدا هدف المدينة المنورة تصور المدينة المنورة اللي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاة النبي الكريم بثمين مرة سنوات وقعت هذه الزلزلة وسيدنا عمر شعر بالخوف وقال السبب لم يقل ظاهرة طبيعية ولم يقل هناك تحركات أرضية وإذا مقال هي عن شيء أحدث تموه يعني هناك أشياء ربما معاصي تقع من الناس ولنا أن نتسأل هل المجتمع المدينة المنورة وتقع فيه المعاصي وهو مجتمع الفضيلة المجتمع المثالي الذي وضع أساسه وأقام الدعائمه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع يحتج بقوله وبفعله لأن أهله يتمسكون بالسنة كان الإمام ملك يقول عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة أصلا من أصول الاستنماط ومع ذلك سيدنا عمر شعر بالخوف وقال والذي نفسي بيده إن عانت هذه الزلزلة لا أساكنكم فيها أبدا الواجب أيها الأحب الكرام عند الزلازل وغيرها من الآيات الدالة على عظمة الله كالكسوف والخسوف والرياح الشديدة والتلوج والفيضانات أو الجفاف الشديد كل هذه الظواهر هي المفروض أننا ننتبه إلى عظمة الله وأن نبادر إلى التوبة إلى الله والضراعة إليه وسؤاله العافية والإكتار من ذكره واستغفاره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ذلك يعني الكسوف فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره لا ينبغي أن تفسر القضية على أنها مجرد ضواهر حواد الطبيعية وكفى ويبقى الناس على بعدهم وعلى غفلتهم وعلى قصوة قلوبهم لا يليق أن ترتجف البحار ولا ترتجف القلوب ما مصير هؤلاء الأموات الذين ماتوا في الزلزال كانوا في بيوتهم نائمين وكانوا يخططون للمستقبل وكانوا كلهم حيوية ونشاط وفي لحظة أزهقت أرواحهم ما حكم هؤلاء الذين توفوا في هذا الزلزال ما حكم هؤلاء الأموات العلماء يقولون حكمهم أنهم من الشهداء أنهم شهداء عند الله لما أخبر به الصادق المصدوق سيد محمد صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهد في سبيل الله هذا حديث صحيح متفق عليه هؤلاء الشهداء خمسة كذلك المطعون الذي مات بالطاعون بمرض خبيث بحل كورونا أو غيره أو السرطان المطعون والمبطون مات بمرض في مطنه والغريق مات غرقا وصاحب الهدم يعني سقط من مكان مرتفع والشهد في سبيل الله قالوا الذي هو الذي جاهد لإعلاي كلمة الله فالشهد عندنا هو صاحب الهدم هو من مات بالزلزال لكن ينبغي أيها الأحب الكرام أننا إذا نجونا من زلزال الدنيا برحمة الله وفضله فهناك تنبيه أنه ليس هناك أحد مننا بناج من زلزلة يوم القيامة وقد سبق أن قلنا في أول هذه الكلمة المتواضعة بكرنا بصوت الزلزلة ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذا الوصف هذا وصف عظيم وينطبق على ما رأيناه في هذا المصاب الجلل فعلا زلزل شيء عظيم كما قال القرآن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت النساء المرضعة بدأنا يترقنا أولادهن ويجرد في الشوارع وتضع كل دات حمل حملها أعدد كم من النساء الحوامل أسقطنا وأجهضنا من شدة هول الفاجعة وترى الناس سكارة وما هم بسكارة الناس في الشوارع يجرون لا يدرون إلى أين يتجهون في أي مكان هناك الموت في أي مكان هناك لأن في الحديث أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة فأبدأ علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام علينا جميعا أننا نتصالح مع الله تعالى وأن نتوب إلى الله تعالى من الخطايا والمعاصي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا موتة مستورة وأن يختم بالسعادة حياتنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شاذا لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله نسأل الله تعالى أن يحفظنا من موتة الفتن والكوالت والأهوال والحروب وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة اللهم يدافع يا مانع يا حفظ يا حكيم اللهم يا رب ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا رب واحفظنا من المحة نحني والفتن والكوالت اللهم ورزقنا الصبر عند المصائب وللتعض بها ونسأل الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته كل هؤلاء الموت والمفقودين اللهم يا رب إنهم عبادك منو عبيدك منو إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأنا محمد عبدك ورسولك اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم تقبلوا بعدك في الشهداء اللهم يا رب جميع هؤلاء الأبوات والمفقودين اللهم يا رب كلهم وليا ونصير اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان وإن لله وإن إليه رجعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجبعين شكرا